إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة معلومة لصحتك صباح الخير يا أستاذ صاروة صباح الخير يا مادام هالة قل لي عملت تحليل فيتامين دال اللي الدكتور طلبوا منك ولا لسه؟ عملته وطلع ناقص قوي عندي والدكتور قال لي ناقص فيتامين دال ده هو السبب في كل المشاكل اللي بتجيلي دي معقول ألف سلام عليك يا أستاذ صاروة يعني الخمول اللي عندك ووجع الجسم وضيء النفس والعصبية دي سببها ناقص فيتامين دال معقول ده؟ الدكتور قال لي كده والله فعلا إن فيتامين دال ده مهم جدا مهم قوي للمناعة ولازم نعالج النقص بالأكل والشمس والدوى لكن نقصه عندنا ناقص جدا وده فيه خطر علي أكيد طبعا لازم تسمع كلام الدكتور ألف سلام عليك يا أستاذ صاروة الله سلم يا كامدام هال حاليا فيه كلام كتير جدا عن أهمية فيتامين دال وإن نقصه ممكن يكون سبب لمشاكل صحية تحتاج للعلاج السؤال هنا يا ترى إيه هي الأعراض اللي لو اشتكت منها يبقى لازم نحلل علشان أشوف مستوى فيتامين دال عندي قد إيه مين من الناس محتاج يحلل تحليل فيتامين دال عشان يعرف عنده ناقص ولا لأ علشان يدهوله في صورة علاجية أقراص أو حقا الإجابة أولا كبار السن علشان الجلد عندهم قدرته على تصنيع فيتامين دال بتقل وكمان عشان ممكن يكونوا ما بيتعرضوش للشمس كتير تاني فئة الأطفال الصغيرين علشان احتياجهم لفيتامين دال بيكون عالي واحتياجهم للكالسيوم بيكون أزود من الطبيعي علشان نمو العظام ونمو الأسنان عندهم وفي بعض الحالات المرضية ممكن يكون عندهم فيتامين دال ناقص بسبب هذه المشكلة المرضية اللي عندهم زي الناس اللي عندهم أمراض سوء الامتصاص وزي الناس اللي عندهم التهاب القولون التقرحي المناعي المزمن أو مرض كورونز والناس اللي وزنوهم زيادة وعندهم طبقات دهون كتيرة تحت الجلد بتمنع فيتامين دال من الامتصاص الجيد الناس دول بيحتاجوا فيتامين دال أكتر من غيرهم بعض الناس اللي بيعملوا عمليات التخصيص وعمليات تحويل مصاري المعدة والأمعاء برضو بيبقوا معرضين لنقص فيتامين دال علشان تصنيع فيتامين دال بيتأثر بهذه العمليات هي دي الفئات اللي يجب ان احنا نهتم بمستوى بيتامين دال في الدم عندهم ونعرف مستوى قد ايه ونديه لهم لو كانوا محتاجينه دمتم في صحة وسلامة كل الشكر للدكتور محمد عبدالوهاب الأبجيجي استشاري جهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد الرقم الضريب الموحد 542-511 819 وبكرة وفي نفس المعاد معلومة جديدة لصحتك الى اللقاء اشتركوا في القناة